ما هي أفضل طريقة لعلاج التسويف؟ كثير كثير اليوم وبخاصة من الشباب لديه الكثير من الأعمال ولكن بالنتجة لا يعمل أي شيء ما هو السبب؟ يشعر بأن هناك وقت فراغ كبير يشعر بأنه عاجز عن إنجاز العمل يشعر الأهم من ذلك يعني يشعر أن ليس لديه رغبة بهذه الأعمال طيب ما هو السبب؟ دائما قلنا أيها الأحبة إن أي مشكلة إذا أردت أن تجد علاجا ناجعا لها ينبغي أن تبحث عن جذور هذه المشكلة وإلا لن تستفيد شيئا جذور مشكلة التسويف هي بسيطة جدا أيها الأحبة أنا عندما يكون لدي عمل وهذا العمل أعلم أن فيه فائدة وأعلم أنه مهم ولكن لا أعمله وعندي عمل آخر متراكم لا أعمله عمل ثالث لا أعمله لماذا؟ أدرس ما الذي يحرك الإنسان للعمل يعني أنا عندما مثلا أجد إنسان عامل بسيط يسعى منذ الصباح ليعمل طوال النهار بشقاء ويبذل جهد وعرق ويبذل جهد كبير جدا من أجل الحصول على القليل من المال ما الذي يجعله يعمل؟ مع العلم أنك أنت مرفه ولست بحاجة للمال ربما ولديك أعمال لا تنجزها مثل الدراسة مثلا أو مثل تعلم لغة جديدة السبب أيها الأحبة هو عدم الحاجة الماسة لهذه النتيجة التي إذا عملت هذا العمل ستحصل عليها يعني نحن سأبسط لكم أي عمل أو أي شيء في الدنيا هناك مقدمة وهناك نتيجة المقدمة هي أن تضع أهدافا محددة تسعى لتحقيقها لديك مشكلة في وضع الأهداف ما يسمى أيضا بالاستراتيجيات يعني مثلا أنا لا أحتاج المال لدي الكثير من المال مثلا يعني ولكن لدي عمل بسيط يمكن أن أقوم به وأجني بعض المال لا أجد الرغبة لماذا؟ لأن الدافع والهدف النهائي غير موجود طيب ما الذي يجعل إنسان يعمل أكثر من إنسان؟ يعني سأعطيكم مثال أنا شخصيا ما الذي يجعلني أجلس ليلا نهارا لإنجاز مثلا برنامج مثل برنامج أحصاء القرآن الذي انتفع به الملايين حول العالم ولله الحمد ما الذي يجعلني أنجز هذا العمل على الرغم من أنه عمل مجاني الحقيقة وعمل مفتوح للناس جميعا وأسهر الليالي الطويلة ما الذي يدفعني لذلك؟ بينما تجد شخص آخر ليس لديه هذا الدافع عندما أدرك فوائد هذا العمل ستجد الرغبة بدأت تتشكل وبقوة طيب أنا أعلم أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أفضل ما يمكن أن تقوم به في حياتك هو الدعوة إلى الله لذلك الهدف إذا فقد فقدت معه الرغبة أفضل عمل يمكن أن تقوم به أخي الحبيب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأفضل أنواع الدعوة أدعو إلى سبيل ربك أولا بماذا؟ بالحكمة رقم واحد اثنين بالموعظة الحسنة ثلاثة وجادلهم بالتي هي أحسن للأسف نحن ندخل إلى المجادلة مباشرة وهذا خطأ الحكمة ثم الموعظة الحسنة وأخيرا المجادلة أيها الأحبة أنت لديك اليوم مثلا مشروع لتتعلم لغة جديدة أو مشروع لحفظ القرآن ما الذي يمنعك من حفظ القرآن وتكريس أفضل ما تملك من وقت لحفظ هذا الكتاب العظيم؟ الذي يمنعك عدم رؤية الهدف بشكل واضح يعني أنت لم تتصور أهمية حفظك للقرآن لحظة الموت عندما تلقى في قبرك وحيدا في ظلام أقرب الناس إليك سيسرع ويتخلى عنك لن يبقى معك أحد لن ينام معك أحد هذه اللحظات صعبة جدا فكر فيها ما الذي سيسعفك ويكون نورا لك في هذا الظلام تحت التراب؟ إنه نور القرآن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يأتي يحاجج عن أصحابه يدافع عن أصحابه ينور الله قبرك بالقرآن ببركة استماعك وحفظك وعملك بهذا القرآن العظيم إذن عندما تدرك أهمية الهدف هذا يعطيك الدافع فتقضي على شيء اسم تسويف غدا سأفعل أو بعد غد أو بعد غد الشيء الثاني أيها الأحبة هناك طريقة رائعة الحقيقة لعلاج التسويف وهي التفكير بالموت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة مودع نحن عرضنا ذات مرة دراسة وجريت على رياضيين الاختبار أفضل أداء فتبين أن الرياضي قبل المباراة عندما يفكر بالموت أن هذه آخر مباراة سيعملها ويموت ويفكر بذلك بشكل قوي جدا حتى تصبح عقيدة لديه أن هذه آخر مباراة سيؤديها ويذهب للموت كان هؤلاء أفضل أداء من غيرهم فقالوا يعني دراسة للأسف علمانية دراسة علمانية ليست إسلامية وقالوا بنتيجتها إن التفكير بالموت يحسن أداء الإنسان في العمل الذي يقوم فيه لذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام قال صلي صلاة مودع لتؤدي هذه الصلاة بأفضل صورة تصور الآن مثلا بعد قليل سيؤذن للفجر تخيل نفسك أن هذا آخر أداء ستسمعه وهذه آخر صلاة ستؤديها ماذا ستفعل؟ ستجد نفسك مسرعا إلى الوضوء إلى ذكر الله إلى الاستغفار إلى التوبة تقول أنا أكلت مال فلان سأسرع غدا مباشرة سأعطيه ماله أنا أسأت لفلان سأعتذر منه أنا قطعت رحم سأكتب رسالة على الأقل لوالدي أو قريبي أو للأرحام على الأقل أتواصل معهم أطلب الدعاء من الناس أطلب الرحمة تجد أن سلوكك تغير بالكامل إذن التفكير بالموت تقنية رائعة لعلاج التسويف ينتهي التسويف تماما وضع الأهداف والأولويات كيف ذلك أيها الأحبة؟ حقيقة يعني أنا شخصيا أعمل على مدى 24 ساعة سبحان الله أجد متعة غريبة في العمل لماذا؟ لأنني مقتنع بالعمل الذي أقوم فيه وإلا لو كنت غير مقتنع سأمل وأترك القناعة ضرورية جدا أن تقتنع بالعمل الذي تقوم فيه لأن هناك أعمال ذات أهمية أعلى يعني مثلا مثلا أنا لدي الآن وقت صلاة ولدي درس أو لدي مثلا عمل معين أي عمل كان دنيوي الصلاة أهم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذن ينبغي أن ترتب هذه الأولويات وترتب أفضل الأولويات لأعمال الآخرة وليس الدنيا هذا مهم أيها الأحبة لعلاج التسويف وإلا لن تعالج شيئا إنسى كل هذه الكتب التي تبع في الأسواق برمجر غوية عصبية وكذا وكيف تكسب المال وكيف تكسب ثقة الناس وكيف تنجز أعمالك بسرعة وكيف إنسى كل هذا إذا لم ترتب أولوياتك كمسلم وتضع نصب عينيك الآخرة ولقاء الله وأن عملك هذا سيكون فيه أجر عظيم عند الله إذا تعلمت لغة جديدة تعلمها بنية أن تخدم هذا الإسلام هذا الدين الحنيف إذا تعلمت ودرست مثلا الطب إنوي أن تخدم كتاب الله من خلال دراستك للطب أو الهندسة أو البرمجة أو غير ذلك إذن النية ضرورية جدا لكي لا أطيل عليكم ألخص لكم أيها الأحبة تقنيات علاج التسويف أول شيء رتب أولوياتك ضع الأولويات الخاصة بالله أولا الصلاة الزكاة الصدقة بر الوالدين هذا أهم من أي عمل آخر أحب الأعمال إلى الله الصلاة ثم بر الوالدين بر الوالدين أن تصل رحمك أن تفعل هذه الأعمال الخيرة الحسنة هذا مهم جدا أن تنوي أن أي عمل تقوم به هو لله تعالى سواء كان علم عمل حتى لو ذهبت إلى عملك قل أنا أنوي أن أجلب المال لأطعم هؤلاء الأولاد لأطعم الأهل لأتصدق لوجه الله لأتبرع لمسجد أو لمشروع علمي أو لشيء ينتفع به البشر هذه النية هذه النية ستجعلك سعيدا لأن معظم الذين يسوفون ويقول سأعمل غدا وغدا وبعد غد وكذا لا يشعرون بالسعادة السعادة كما يقول علماء النفسي والأحبة في تجارب ودراسات حديثة ينبغي أن يكون لديك حب العطاء حب أن تعطي لكي تكسب السعادة ينبغي أن يكون لديك ثقافة العطاء وليس الأخذ العطاء دون مقابل هذه الثقافة فقدناها اليوم للأسف في معظم الحالات وبتالي حرمنا من هذه السعادة هناك لذة أيها الأحبة اسمها لذة العطاء إذن توكل على الله سلم أمرك لله سبحانه وتعالى استخر الله في أي خطوة تريد أن تعملها رتب هذه الأولويات ضع هدفا ويفضل بل أؤكد أن يكون الهدف هو الآخرة وليس الدنيا أن يكون هدفك أن يكون هدفك هو الله سبحانه وتعالى وبالتالي في هذه الحالة سوف تجد نفسك أنك تنجز هذه الأعمال وبخاصة إذا فكرت كثيرا بالموت وبما بعد الموت ستنجز هذه الأعمال بدقة وإتقان ولن تجد وقت فراغ وستشعر بالسعادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق